موسيقى لأول مرة تستطيع جهة من الجهات الرسمية أن تجمع هذه الأعداد وهذه الجامعات 44 جامعة من العراق كافة بكل أطياثه ومسمياته في مكان واحد هو المكان المقدس لأبي عبد الله الحسين وأخيها بالفضل العباس لكي يرددوا قسم التخرج من هنا الحقيقة اليوم نحن جداً مسرورين لأنه نشوف هذا العرس الموجود والحقيقة يعني اليوم بالنسبة نشوفه عبارة عن عراق مصغر كل الجامعات الموجودة من شمال العراق إلى جنوبه نجمعوا في هذه الاحتفالية في هذا الكرنابال هذه الاحتفالية التي تعتبر نواة حقيقية لدفع الشباب حول التفاف ببلدهم وأيضاً النهوض بالمجالات العمل وتكريس حب البلد موسيقى سعداء بأن نكون بين طلبتنا وطلبة الجامعات العراقية وحرصنا أن نشارك هذا الاحتفال المركز المهم هذا الحفل يمثل طلبة العراق فهي جامعة كل العراقيين وهي عراق مصغر تمثل كل الطوائف وكل القوميات بالحقيقة حضورنا إلى العتبة في هذا الموسم كان حضوراً متفاعلاً لما رأيناه من استعدادات كبيرة ومهمة لإنجاز هذا الحفل القسم والاحتفال والكرنابال الذي رأيناه هذا اليوم كان مبهجاً وكان عظيماً وكان جميلاً جداً والله شعور ذاتي بهذا الولاء الجانب الذي نشاهده لانطلاقة الفعاليات ما بين الحرمين الشريفين وظهورهم في المهرجان الفعال لخدمة هذا الجانب طبعاً مشاريع روحانية جداً وجميلة جداً مرة أخرى شكراً للعتبات المقدسة هذه المشاعر طبعاً مليئة جياشة بالروحانية إن شاء الله سيكون لنا مبادرة ثانية أخرى للمجيء إلى هذه الماكن الطاهرة لتخريج الطلبة ولترسيخ علمنا لخدمة بلدنا الحبيب اليوم هذه الشريحة الكريمة أدركت ووعد تماماً حقيقة ما نمر به وحقيقة أن نرجع إلى الوحدة والتكاتف والتعاون لبناء العراق الوحيد لا سبيل لدينا اليوم إلا أن نضع يدينا في أيدي البعض من كل المحافظات ومن كل المكونات ومن كل الطواف جاي نشوفها بصراحة يعني شيء ملفت للنظر تعارف بين المحافظات مبادرة جميلة ورائعة ألفة ومحبة وتقارب بين أبناء الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب وللغرب إلى الشرق والله الحمد أتمت بأبها صورة جميلة هذه تظاهرة ثقافية علمية تربوية أكاديمية 44 جامعة عراقية شاركت في هذا المهرجان واندل على شيء فإنما يدل على سعة أفق القيمين على العتبة العباسية المقدسة ومشاريحهم التربوية والأكاديمية والعلمية في سبيل رقي وازدهار العلم والمعرفة في عراقنا الحبيب الحقيقة الحفل كان على مستوى عالي من التنظيم والترتيب ونتمنى من كافة الجامعات العراقية أن تخطو على خطى العتبة العباسية بهذا التنظيم لأنه يظهر حقيقة نموذجية أو مثالية للطالب مشاعر جياشة ونحن نرى أبنائنا يحصدون الجوائز الكبرى في تخطيهم هذه المراحل الدراسية التي عانوا فيها من جانب نفسي المحيط في قضية الدراسة وضع الدراسة نعتقد أنه اليوم تنكللت هذه المسيرة بالنجاح حقيقة نحن سعداء جداً لتلبيتنا لدعوة من الأمان العام العتبة العباسية المقدسة بحضور حفل تكريم وحفل خريجي الجامعات العراقية لدورتها الثالثة وبصراحة أنا أثمن جهود الأمان العام للأمان العتبة العباسية على هذا التنظيم الرائع والمبارك فالآن هذا الموقف بالنسبة للأمان العتبة العباسية الحقيقة يشار له بالبنان ويعتبر أنه احترام لهذا الطالب واحترام لعلمية هذا الطالب حقيقة اليوم انبهرنا ودهشنا من هذه الرعاية الأموية الكريمة من لدن سماعة السيد أحمد الصافي لما أفاضوا علينا وأنعموا لهذا الاهتمام الكبير بأبنائنا الطلبة نحن نلاحظ اليوم أنه الرعاية الأبوية من الجانب الأمان العامة لهذا الجانب الخاص بجامعات العراق بداية الأمور نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان إلى المتولد الشرعي سيد أحمد الصافي على المبادرة الرائعة والجميلة السنوية للسنة الثالثة على التوالي ترجمة نانسي قنقر